جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني توليسيل دلدلا التأكيد على دعم بلادها التابت والراصخ للوحدة الترابية للمغرب وأشهدت الوزيرة الإسواتينية خلال محادثات عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بالجهود التي يبدلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي ومن جهته أشاد سيد بوريتا بالمبادرات الجرئة لجلالة الملك إمسواتية الثالث لإعطاء دفعات جديدة لتنمية السوسيو اقتصادية في بلادها ونوها بالجهود المبدولة لتعزيز صعود مملكة إسواتيني كفاعل رئيسي في إفريقيا الجنوبية وأكد في هذا الصدد أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته وتجربته مع إسواتيني في مجال التنمية السوسيو اقتصادية والبشرية والتقافية